على هذه الحالة تعاني أغلب الضرق الرئيسة في مدينة الظلوعية بطعم في نسقي إكساء الشوارع يشكو منهم مواطنون لانعكاسه سلبا على حياتهم اليوهية أصحاب المحال التجارية هنا أكدوا تراجع أقبال الزبائن على بضاعتهم بسبب الأثربة والشوارع غير الصالحة لسير المركبات لها تأثير كبير على المنطقة وعلينا بصورة خاصة نحن كمواطنين وقلاب والأسواق والسيارات بصورة عامة فما جاء نعرف ليش التأخير هذا والتلكم كل المصالح هذا الشارع الرئيسي يتضرر بسبب الإتراب يعني إتراب كثير هذا يشوف أنت السيارات موجودة إذا تمشي حركة السيارة مو بالمستوى المطلوب بسبب العمل الحفريات الناس هم تخاف على أطفاله وتخاف على أنفسه فنتمنى أنه شكل ما يكون إنجاز العمل أسرع نحن مصالح نرتاح بها شارعنا يبقى مفتوح الناس تجينا تأخر إطلاق السلف المالية الخاصة بمشاريع صندوق الأعمار هو من تسبب في توقف أعمال إنجاز مشروع إكساء الشوارع حسب دائرة بلدية المحافظة التي أشارت إلى أنها استنفت العمل في هذه المشاريع التي وصلت لسبو الإنجاز فيها إلى أكثر من 50% عندهم شوية تأخر بالسلف وكانت عندنا سلف متأخرة للمشروع خزرج والمشروع الهنعات حول الشرقي وانطلقت السلف مالتهم وما أبقى عليهم أن ينفذون العمل البنية التحتية كملت الآن نحن بالمقرنص وصبيناك الأرصفة العمل المستمر على قدم النوساق ما عندنا أي تلكه بالوقت الحاضر أما المشروع الثاني اللي هو على البنك الدولي يبدأ من تقاطر خزرج لحد الجسر الكونكريت مواطنون قضاء ظلوعية هنا يأملون في أن يتم إنجاز هذه المشاريع بكفاءة وجودة عالية تضمن استمرارها خلال السنوات المقبلة لا ترقيعية كحال لسبة كبيرة من مشاريع المحافظة سجاد حكمة قناة زاقروس محافظة صلاح الدين